فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية ولاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بجز الشوارب تارة يأمر بجزها وتارة يأمر بإحفائها ومعنى ذلك أنها تقص وتنهك أما الحلق فإنه مكروه بعض العلماء يرى أنه محرم أن حلق الشوارب محرم لما فيه من تشويه الوجه فالمشروع في الشوارب أنها تنهك لكن لا تحلق بل يبقى منها شيء يجمد الصورة هذا هو السنة في هذه القضية